أربي على هاشتاغ أكشن مع وليد في تويتر يقول يقول وليد بالله فيه سؤال يطرح نفسه ليش النصر تأخروا بالشكوى ليه ما اشتكى إلا بعد ما أخذ الطائشة هات الكفاءة المالية ولا ينتظرون مبارات الهلال إذا فاز الطائش سامعونهم وإذا اخسروا بيشتكونهم مثل ما سووا شراك غرم والله شوف النصر يا بو بدر ما فيه أحد يلومه منهم قدموا الشكوى لأنهم في الأول أخير يطالبون بحقوقهم المالية زي ما نادي النصر أنضغط في مطالبات كثيرة من جهات أخرى من أندية من مستحقات من أندية ثانية فالنصر من حقه يحافظ على نفسه ونصر اشتكى ثاني يوم حصول الطائشة على الشهادة الكفاءة لماذا لها دخل المباراة أبد أبد يعني في الأول النصر حفظ حقوقه ببدر لا يمكن أحد يحمل النصر يقول ليش تشتكي بالعكس ويحافظ عن حقوقه